اشتركوا في القناة في جزء مين الاكسوجين لو احنا فاكرين الاكسوجين كان اوه تمانية توزيع اتنين ستة والجزء كان بيكون من زرتين ككل زرة بتساهم بي اتنين الكترونة عشان كده بيستعملها تساهمية ايه سنائية بينما الرابطة في جزء نقاط تساهمية سلاسية اللي هو مين اللي هو النيتروجين النيتروجين اللي هو كان ان سبعة السبعة لما قلت جاء وزحها اتنين خمسة وجزء بيكون من زرتين ككل زرة بتشارك بتلاتة الكترونة عشان كده بيسمها تساهمية ايه سلاسية حركة بين دول الساعة حركة ايه طبعا دي بيسميها حركة دورية اهتزازية دورية اهتزازية بينما حركة القمر حول الارض بيسميها حركة ايه حركة دورية دورانية او دائرية الصوت من الموجات الميكانيكية اللي هو بيحتاج لوسط مادة الانتقاله ولا ينتقل خلال الفراخ بينما الضوء من الموجات مين اللي هي القهرو مغناطيسية التي لا تحتاج لوسط مادة الانتقاله ويمكن الانتقال خلال الفراخ يعمل الولاف الجوي للارض على احتراق الملايين من الكتل الصخرية الصغيرة في صورة ناط في صورة ايه شهب قبل وصولها لسطح الارض ويبطأ صورة اثنين صورة اللي هي النيازك النيازك اكبر الكواكب جاذبية هو طبعا كواكب مينة مشترى ومشتري بينما اصغرها جاذبية هو مين كواكب المريخ المريخ اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين صورة الضوء نقط صورة الصوت طبعا دهنا صورة الضوء ونحن فاكرين كالتلاتة في عشرة وستمانية متر كل سانية صورة الصوت كالتلتمائية واربعين متر لكل سانية من الاخبر طبعا ده معناها تلتمائة مليون لهو متر كل سانية وده تلتمائة واربعين طبعا تلتمائة مليون اكبر من ان كام اكبر من تلتمائة واربعين وبتال نختار ايه اكبر من من الاملاح التي لا تزوب في الماء ما لحمين لو احنا فاكرين خدنا املاح لا تزوب في الماء زي اللي يوديد الرصاص وكلوريد الفضة وكابريتات الرصاص هنطور على الحاجة منها كلوريد اللي هو الصوديوم طبعا ده مالحي بيدوف فيه اللي هو الماء نقطارات الكارسين بيدوف في الماء كلوريد الفضة طبعا ده ما بيدوفش في الماء كابريتات الصوديوم بيدوف في الماء من امثلة القوة داخل الانظام الحية اول حاجة عندنا يطر القوة النووية ولا الفرامل ولا النبض ولا قوة الجذب طبعا مين اللي هو النبض يمكن ان تصنع اسلاك الكابلات القهربية من عنصر عدد الزري اسلاك كابلات القهربية يعني معنا كده هندور على مادة جيدة تتوصيل لقهرباء يعني مادة فلزة يعني هندور على فلزة من الاخر طبعا عندي هنا السابع لما جيء وزحها اثنين كام اثنين خمسة اخر مستوى 5 هيبقى ازن ده لا فلزة ازن ده ما تنفحش معنا ال10 توزحها كام 2 8 اخر مستوى مكتمل بالالكترونات يعني معنا كده ده غس خامل ما تنفحش معنا 13 توزحها 2 8 3 يبقى ازن هي ديت ايه فلزة عشان اخر مستوى فيه ثلاثة يبديت الاجابة ستاشر توزحها اتنين تمانية ستة اخر مستوى فيه ستة يبدا ايه لا في لزة ما ينفعش معنا لان ده رضي التوصيل للقهربة يبقى الحاجة الوحيدة اللي تنفع معنا مين اللي هي رقم كم اللي هي عدد زر تلاتاشر اذا كانت السيارة متحركة في نفس اتجاه السيارة في نفس الاتجاه التي يوجد بها شخص يراقبها يبديت عبارة سرعة مراقب وسرعته كم ستين كيلو متر كل ساعة يبديت عبارة سرعة مراقب تبدو له وكأن سرعتها خمسة وعشرين كيلو متر كل ساعة تبدو له ودي السرعة النسبية فكم تكون سرعتها الفعلية عاوزين السرعة مين الفعلية خلي بقى هما الاتنين في نفس الاتجاه طب احنا عارفين ان السرعة النسبية السرعة النسبية بتساوي السرعة الفعلية وهو قال لي هما الاتنين في نفس الاتجاه يبقى نائز سرعة مين؟ نائز سرعة المراقب بس سواء طالبني في المسألة مين؟ السرعة الفعلية فهعمل ايه؟ هقول للسرعة الفعلية هدخل دي جوه وغير الإشارة يبقى يقول للسرعة النسبية زائد سرعة المراقب تعالوا نعود بقى عند السرعة النسبية قال لي بكام؟ قال لي هنا شخص يراكبها وسرعته كان ستين كيلو متر دي عبارة عن مين؟ عبارة عن السرعة المراقب تمام؟ تبدو له وكأن سرعتها دي تبدو له دي اللي هي السرعة من؟ اللي هي النسبية اللي هي كام؟ 25 يبقى 25 اللي هي السرعة النسبية والمراقب اللي كان ستين أجمعهم على بعض يطلع لكام؟ 85 كيلو متر لكل ساعة اكتب المصطلح العلمي الدل على كل عبارة من العبارات الآتية رقم 1 عناصر لا تشترك فيه التفاعلات الكيميائية لاكتمال مستوى طاقات الخارجي اخر مستوى مكتمل بالالكترانيات بسمها الغازات الخاملة الغازات الخاملة او بسمها العناصر النبيل زي النيون والهليوم والارجون غاز يخفف من تأثير غاز الاكسوجين في عاملات الاحتراق طبعا ده غاز النيتروجين رابطة كيميائية ينتج عنها تكوين جزئيات مركبات او جزئيات عناصر طبعا ديتا اللي هي الرابطة من التساهمية الرابطة التساهمية الموجات التي تنتشر فيه كل من الفراغ والوسط المادي في الاتنين اللي هي موجات القهرومناطسية الموجات القهرومناطسية مغناطسية انما خلي بالن موجات اللي هي الميكانيكية بتحتاج لإيه الوسط المادي ولا يمكن الانتقال خلال إيه خلال اللي هو الفراغ سوما تحته خط رقم واحد يصنع قلب ملف المغناطسي القهربي من النحاس المعزول هنشيل اللي هو النحاس المعزول وخليه اللي هو الحديد المطاوع الحديد المطاوع طبقة مين يا ترى غنية بالحديد والنيكل عندنا طبعا مين اللي هو اللوب إيه الداخلي اللوب الداخلي طبقة اللي هي اللوب اللي هي الداخلي خلينا لو احنا فاكرين ديت بيكون طبقة غنية بالحديد والنيكل وهي النص القطرها بيبلغ حوالي 1350 كم تقريبا استخدام ركاب السيارة أو الطائرة لحزام الأمان من التطبيقات على أي ترى طبعا من التطبيقات على قوة القصور الذاتي تشكل المياه العزبة حوالي من مساحة المسطحات المائية طبعا نثبتها حوالي كم؟ 3% من مساحة المسطحات المائية عشان يسأل عن مياه مين اللي هي العزبة عنصر في لزي اسمه X تدور الكتروناتو فيه 3 مستويات يبقى فيه كم مستوى فيه عندنا 3 مستويات ده اللي هو المستوى الأولاني ده المستوى الأول التاني التالت K L M وقال لي عنصر في لزي يعني آخر مستوى يا مثلا الكترون أو 2 أو 3 احنا لسه ما نعرفش يعني نكمل كده يتاحنا عمين مع الاكسوجين اللي هو أو 8 مكونا مركب الصغة بتاعته اللي قدامنا اللي هو XO يبقى يتكون مركب اسمه ايه XO طب ما احنا عارفين اصلا الاكسوجين ده تكافه كم الاكسوجين 8 يعني 2-6 يعني تكافه كم سنائي تمام يبقى لازم الاكس ده كمان يكون تكافه زيه يعني لازم كمان الاكس يكون كم سنائي ليه علشان ده هيروح مع ده هيتفضل لمين هيتفضل اللي هو الاكسو اللي هو مدهوني يبقى معنا كده ده سنائي وده ايه وده سنائي يبقى عند الاكس تكافه كم سنائي هو ده اللي يهمنا يبقى اخر مصطفى كم فيه اتنين طب اولا احبت شابع بكم باتنين والتاني بتمانية تعال نجمع كده اتنين وتمانية عشر واتنين يبقى كم يبقى اتناشر يبقى معنا كده العدد الزاري يكون كم اتناشر تعال نشوف طلب من ايه فبقول لي هنا اول حاجة اوجد العدد الزاري وتكافؤ العنصر لو اكس للسعيلين العدد الزاري كم اتناشر طالما اتناشر اخر مصطفى فيه كم فيه اتنين هيفقده طالما هيفقد اتنين معنا كده تكافؤ كم تكافؤ سنائي يبقى له التكافؤ بتاعه ايه سنائي سنائي اسقر ايون العنصر اكس الايون بتاعه حنال السعيلين هيفقد كم هيفقد اتنين. يعني هو توزيعه. اتنين. تمانية. اتنين. تمام. اللي هو. K L M. دي الزر. ايه اللي هيحصل له? هيفقد كم? يفقد. اتنين الكترون. وهيصبح. هادى النواة عندنا. مش هحصل لها حاجة. مستوى الاولاني. التاني. اللي هو K و L. ده هيصبح في اتنين. وده كم? تمانية. والاتنين دول ايه اللي هيحصل لهم? هيفقدهم. طالما فقد هنا. هعمل عليه موجب. موجب كم? موجب اتنين عشان فقد ايه? فقد اتنين. العنصر كان اسمه ايه? كان اسمه ايه? دي الزرة. لنما اسمه ايه? ايه? اكس. موجب كم? موجب اتنين عشان فقد كم? فقد اتنين. فهنا. قال لي اذكر ايون العنصر اكس? الايون بتاع ده هيكون اللي هو مين? ايون موجب. ايون موجب. وعدد الشحنات التي يحملها اللي سألين هيحمل كم شحنة؟ شحنتين يحمل شحنتين مجابتين وممكن نكتب الرمز بتاع اللي هو X موجب كم؟ موجب اتنين ما نوع الرابطة الكيميائية فيها المركب اللي هو XO طب احنا عندنا الـ X ده احنا لسألين عنصر في الز صح وعند اللي هو الـ O عنصر لا في الز اللي هو الاكسوجين اتنين ست للربط اللي بتنشأ بين عنصر في الز وعنصر لا في الز بسمها رابطة اي رابطة ايونية يبقى له رابطة ايونية ده علامة صح امام العبارة الصحيح او علامة خطأ امام العبارة الخطأ مع تصويب الخطأ رقم واحد المجموعة الزرية الوحيدة الموجبة هي مجموعة الكابريتات طبعا الكلام ده غلط عشان الكابريتات اللي هي S.O.4 طبعا ديات سلبة بتحمل شحنتين سلبتين فانشاء لو نكتب مكانها مجموعة الامونيوم الامونيوم اللي هي رمزها N.H.4 طبعا دي المجموعة الوحيدة اللي هي موجبة من الصخور النارية الجوفية صخر الرخام طبعا نشيل الرخام عشان ده صخر متحول ونكتب مكانه مين اللي هو الجرانيت يبقى له العبارة غلط الأول ونشيل الرخام وقت مكانه إيه الجرانيت العنصر السائل اللي هي له بريق ولمعان معدني هو الماء هنشيل المية طبعا العبارة غلط الأول هشيل المية وقت مكانها مين اللي هو الزائبق الزائبق عشان اللي هنصر إيه سائل وله بريق ولما عام معدني يعني معنا كده بيكلمني على الفل الزائت نقطة تأثير وزن الجسم تكون عند مركزه وتعرض باسم اللي هي مركز السقل طبعا صح تؤدي زيادة نسبة أكاسيدي الكابريت في الهواء الجوي إلى تهيج الجهاز العصبي طبعا الكلام ده غلط الجهاز مين اللي هو التنفسي التنفسي اذكر عدد الزرات وعدد العناصر في جزئات المركبات الآتية أول حاجة عندنا كربونات مين كربونات اللي هو النحاس هو طالب بني هنا حاجتين أول حاجة عدد الزرات وعدد مين العناصر تعال تعال نحسب الأول عدد الزرات عندي النحاس أدي الزر كربون أدي اتنين وثلاثة أكسجين يبقى عندي واحد اتنين وثلاثة يبقى كام يبقى خمسة يبقى عندي نعملها برر أحسن كده يبقى عندنا هنا فيه أربع عناصر مدهم لنا اول حاجة عندنا اللي هي كاربونات كاربونات النحاس هنكتب رمز الرطاح سي او سي او اس ري عندنا الحاجة التانية اكسيد الكاليسيوم اكسيد الكاليسيوم كاليسيوم سي اي الاكسيد اللي هو او بعد كده عندنا حمض كابريتيك حمض الكابريتيك اتش تو اس او فور ده رقم واحد اتنين تلاتة رابع حاجة عندنا اللي هو هيدروكسيد الالمونيوم هيدروكسيد الالمونيوم الالمونيوم اي ال الهيدروكسيد او اتش ده او حد ده سلاسي حط بره تلاتة طلب مننا حاجتين اول حاجة اللي هي عدد مين عدد الزرات وعدد العناصر هنبدأ كده باول حاجة عندنا اول حاجة عندنا اللي يمين كاربونات النحاس هنبدأ بيمين بالزرات اتزرر اللي هو النحاس كاربون اتنين تلاتة اوكسجين يبقى كم يبقى خمززرات تعال نشوف كم عنصر النحاس عنصر كاربون اتنين الاوكسجين تلاتة يبقى ثلاث عناصر اوكسيد كالسيو عندي لاي الزرات سي اييه ديات عبارة عن زرات وال او الزرة التانية يبقى كام يبقى اتنين تلاتل نشوف كم عنصر سي اي عبارة عن عنصر اللي هو كالسيو والاكسجين يبقى اتنين هنجل الحمد كابريتيك عندي هنا كم زرات اتتنين اتش واحدة كابريت يبقى ثلاثة واربعة اللواء اكسوجين يبقى كم يبقى سبعة تعال نشوف كم عنصر هيدروجين واحد كابريت اتنين اكسوجين تلاتة يبقى تلاتة هنيجي هيدروكسيد الالمونيوم خلي بقنا التلاتة دي مضروبة هنا ومضروبة هنا خلي بقنا معنى كده بيعندي واحد الالمونيوم وعندي تلاتة اكسوجين وتلاتة هيدروجين يبلغ هو ستة واحد كم يبقى سبعة تعال بقى نشوف كم عنصر الالمونيوم واللواء ال واحد اكسوجين 2 هيدروجين 3 يبقى كما عنصر عندنا لهم ايه 3 يحسب كتل الجسم يبقى طلب من مين اللي هو الكتلة اذا كان وزنه بالقرب من القطب الشمالي 98 نيوتن وماذا تتوقع ان يحدث لكتلته ووزنه اذا تم نقله الى خط الاستواء علما بان عجلة الجزابية الارضية كان 9.8 متر كل ثانية تربيع طلب مني ايه القتلة احنا عارفين ان الوزن مصلص بتاعنا اللي احنا عارفينه عند هنا اللي هو الوزن يساوي القتلة في عجلة الجزابية هو طلب مني مين اللي احسب مين احسب القتلة يبقى القتلة بتساوي مين على مين الوزن على مين على عجلة الجزابية الارضية يبقى قوله بما ان القتلة بتساوي الوزن على عجلة الجاذبية الارضية طالعنا نعود ايه اللي الوزن بكام? ايه اللي الوزن? وزنه بالقرب من القطب الشمالي كام? 98 وعجلة الجاذبية كام? 9 و 8 من 10 يبقى 98 على 9 و 8 من 10 لما اسم دعلى ده هيطلع معي 10 طب هنه هنا بجيب ايه? بجيب الكتلة الواحدة بتاعتي كيلو جرام ده هو الحاجة الحاجة التانية بيسألني هنا بقول لي ماذا تتوقع ان يحدث للكتلة كتلته? والوزن بتاعه اذا تم نقل المين لخط الاستواء طب اول حاجة الكتلة هل الكتلة بتتغير بتغير مكان? طبعا لا فقول له هنا الكتلة لها تتغير بتغير المكان سواء عند خط الاستواء او عند قطبين الحاجة التانية عندنا اللي هو مين? الوزن بتاعه الوزن بتاعه اللي ما نقله هو دي فين عند خط الاستواء يعتره يزيد ولا ايه? طبعا ايه? هيقل معي يقل وزنه عند نقله عند خط الاستواء لو طلب مني ليه اقوله لنقص قيمة عجلة الجاذبية الارضية عند خط الاستواء عنها عند القطبين يعني ايه الكلام ده؟ يعني عجلة الجاذبية الارضية اقل فينا حتة اقل عند خط الاستواء عن مين عند اللي هي القطبين احنا عارفين ان واو لو الوزن بيساوي الكتلة في عجلة مين الجاذبية الارضية معنى كده ان فيه علاقة ارضية بين الكتلة وبين الوزن وفيه علاقة ارضية بين اللي هي العجلة وبين ايه وبين الوزن كل ما تزداد العجلة هيزيد معي الوزن كل ما يقل اللي هي العجلة هيقل معي مين اللي هو ايه الوزن فعندنا القيمة بتاعت اللي هي العجلة بيكون عند خط الاستواء اقل منين اقل من عند القطبين فعشان كده الوزن بتاقي اللي يحصل له هيبدأ ايه يقل معنا استخرج الكلمة او الصيغة غير مناسبة ثم اكتب ما يربط بين باقي الكلمات او الصيغة الصوديوم اليود الفضة اللي سيمنشي المين هنشيل اللي هو اليود والبادية عبارة عن عناصر فيلزية عناصر فيلزية عندي هنا هيدروكسيد البوتاسيوم سالس اكسيد الكابريت اكسيد اللي هو الألمونيوم اكسيد اللي هو البوتاسيوم هنشيل مين هنشيل اللي هو هيدروكسيد اللي هو البوتاسيوم عشان ديات مادة قلوية والبادية عبارة ايه عبارة اكاسيد اكاسيد هيدروكسيد البوتاسيوم حمد الكابريتيك حمد الهيدروكلوريك حمد النيتريك هنشيل مين هنشيل اللي هو كي او اتش اللي هو هيدروكسيد البوتاسيوم عشان ده مادة قلوية والبادية عبارة ايه عبارة احماض احماض منع انزلق الاقدام القوى الحيوية ايقاف السيارة سخونة الالات هنشيل ايه هنشيل اللي هي القوى الحيوية والبادية هنا عبارة عن فوائد فوائد وأضرار قوة الاحتكاك أذكر مثلا واحدا لكل من أول حاجة صخر ناري بركاني طبعا مين اللي هو البازلت البازلت لو احنا فاكرين اللي هو البازلت احنا لسا قللين ده صخر ناري ايه اللي هو بركاني بيتكوى من اللي هو تبرد اللي هو اللافا بيحتوى على عناصر اللي هو الولفين والبيروكسين والفلسبار اللافلز جيد التوصيل اللي هو القهرباء طبعا مين اللي هو القربون او بساميه اللي هو الجرافيت ده الوحيد في اللافلزات بيوصل مين قهرباء انما كل اللافلزات راضية التوصيل لقهرباء صخر رسوبي عندنا زي من زي الحجر اللي هو الجيري هيو ممكن أقول له الحجر الرملي الرملية. مجموعة زرية سلاسية التكافؤ مجموعة الفوسفات اللي هي مجموعة الفوسفات اللي هي رمزها بي او فور. احد الكواكب الخارجية عندنا طبعا زي اللي هو المشترة او زحل او اورانوس او نيبتون. اي واحد فيهم صحة. اذكر قانون بقاء المادة مستخداما التفاعل التالي لتحقيق ذلك. مديني معادلة ماغنيسيوم مع الاكسوجين في وجود حرارة هيكولي اكسيدين ماغنيسيوم. تعالوا نكتب معادلة مع بعض كده. يبقى عندنا ماغنيسيوم اللي هو امي جي زائد اكسوجين في وجود حرارة هيكولي اللي هو ام جي او اكسيد ماغنيسيوم. دي المعادلة اللي هو مديني. وهنا مديني هنا اللي هي الكتل الزرية بتاعت كل عنصر عندي. عندي هنا الماغنيسيوم باربعة واشرين. وعندي الاكسوجين بكام بستة اشر. ام جي باربعة واشرين. اللي هو بكام بستة اشر. ايه اللي احنا نعمله? هنبدأ هنا نعوض عن كل عنصر قدامنا. فعنا عندي هنا هبق كده من الشمال. اللي هي مواد الدخلها في التفاعل. طيب عبر عن كام? عبر عن اتنين. يبقى اتنينها? فيه? ده مضروفه ده. اللي خجبي يا اللي بها بكام باربعة واشرين? يبقى اضرب اتنين في كام باربعة واشرين? ده الحاجة. أحط على kita ايه? زائت. اللي اتنين مضروبة في القه? طيب القه بكام؟ القه بالستة اشر. يبقى اضرب اتنين في ستة اشر. هشيل السهمة ده وقتا ما كانوا يساوي. هروح لتاني الطرف التاني اللي هي النواتك. عند الاتنين ده مضروبة هنا ومضروبة هنا. فاعمل ايه? فافتح. اللي هو اتنين كده. وافتح قوس. والعند اللي مجيب كام باربعة وعشرين. وده زائد ده. وله كام بستاشر. تعال بقى ايه? نخلص اللي قدامنا كده. عند هنا اللي هو اتنين في اربعة وعشرين بتمانية واربعين. زائد. اتنين في ستاشر باتنين وتلاتين. تعال نجمع دول كده على ما بعد. اتنين وتمانية عشر. سفر معنا الواحد. اربعة واربعة تمانية. يبقى الطرف ده طلع بكام بتمانين جرام. تعال نشوف الطرف التانية يطلع معي نفس الرقم ولا لأ. هنجمع لجوة دول الاول كده. عندي اربعة وستة عشر سفر معنا الواحد. اه تلاتة واحد يبقى اربعة. قل ده مضروف كام مضروف اتنين. الاتنين في اربعين بكام بتمانين. يبقى ده طلع بكام بتمانين جرام هو كمان. يبقى معنى كده الطرفين ايه? قد بعض. طالما الطرفين قد بعض. يبقى معنى كده ده اقوله بما ان مجموع المواد الداخلة في التفاعل يساوي مجموعة المواد الناتجة من التفاعل. اذا المعادلة تحقق قانون بقاء المادة. طب لو هما الاتنين ما طلوش قد بعض. يبقى اقوله بقى مجموع المواد الداخلة في التفاعل لا يساوي مجموع مين المواد ده ايه? النتجة من التفاعل والمعادلة لا تحقق قانون بقاء المادة. يا ربكم فهمنا. ما تنسوناش من صالح دعواتكم. كان معكم مسترطى رويلا اللقاء ان شاء الله في حلقة قادمة. وبالتوفير للجميع رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.